فتوح ايه حكاية بقى نزوله في المران النهاردة انا كنت عارف انه الزمالك كان سايب لفتوح مساحة حرية خاصة مع المشكلة النفسية اللي هو بيمر بيها كان سايب له حرية التواجد في المران ايه كواليس هزان بصب ديب دايك كلام يا كريم ان مجلس ادارة الزمالك كان سايب لفتوح الحرية الكاملة في تحديد موعد عوداته سواء حتى يعني مسؤولي الزمالك تواصله معاه وقالوا له حتى لو عايز لما الموضوع يتقفل بشكل نهائي ترجع ما عندناش اي مشكلة لكن خلينا اقولك ان فتوح هو اللي تواصل مع كابتن حسيل لبيب شخصيا عشان يرجع التدريبات في الوقت ده وهو شايف ان الفترة دي هو محتاج يرجع عشان ده هيو ساهم في تحسين نفسيته لما يحس ان هو بدأ يرجع لحياته الطبعية عشان برضو شفت البعض يعني بيالوم على مجلس ادارة الزمالك وازاي ترجعه فتوح لا خلينا اكد لك ان فتوح ده طلبه الشخصي وطلبه الشخصي كمان من جزء جمز ان هو يعمل البرنامج البدني اللي تم وضع ليه فتوح استعدادا للمبارات المقبلة فتوح عايز يمارس حياته بشكل طبيعي ده هيساهم فيه تحسين نفسيته فعودته كانت بناء على طلبه الشخصي